هذا ورأت صحيفة العرب اللندنية أن الحكومة العراقية تعمل على تقييد إطلاق الصواريخ والمسيرات الذي تقوم به الفصائل باتجاه حليفة واشنطن في موقف يهدف بالأساس إلى إبعاد العراق عن أن يكون جزءا من الحرب الإقليمية الصحيفة بيانت في تقرير لها أن تصريحات الحكومات تظهر حجم الحرج الذي تجد نفسها فيه فهي لا تريد أن تقف في وجه إيران خاصة وأنها تشكلت بفضل دعمها ودعم وكلائها وفي ذات الوقت تريد المحافظة على الدعم الأمريكي وأشرت إلى أن واشنطن قد تضع اعتبارات للحكومة العراقية لكن حليفة واشنطن لا تقيم وزنا للتوازنات الخاصة بأي جهة سواء كانت عراقية أم إقليمية وإذا ردت فإن ردها سيكون شاملا وقويا ولا شيء يمنعها من أن تعتبر العراق هدفا لضرباتها وأضفت أن السودان يدرك ويعلم جيدا أن واشنطن وحليفتها تعملان على تفكيك المجموعات المسلحة المعادية لهما في العراق بتكثيف أكبر وبشكل أكثر فاعلية بهدف تصفية قادة الفصائل والحد من نفوذها وشبكة تهريب الأسلحة عبر سوريا إلى لبنان